كمان في نقطة تانية وهي متعلقة ان يوم الجمعة القادم في مراسم لاجراء ارعة الملعب الذي سيحدثن نهائي دوري ابطال افريقيا هذه الارعة هتكون معمولة عشان حاجة واحدة بس لو طرفي المباراة النهائية مصري ومجربي وحرصا على الشفافية والعدالة الارعة هتتعمل قبل انطلاق اي صافرة لمباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا قبل انطلاق اي صافرة وبالتالي الارعة هتكون يوم الجمعة اللي جاية بحضور اعضاء الاتحاد الافريقي والاطراف المعنية بالارعة الاربع اندية الاهل والزمالك والرجاء والوداد والارعة هتتعمل امام الاربع اندية عشان لو طرفي المباراة النهائية مصري مغربي هتكون الارعة على احد ملعبي اما استاد القاهرة الدولي ما بين قصين استاد برج العرب او مركب محمد الخامس في كازابلانكا اذا كان ممكن يكون المباراة النهائية في المغرب او في مصر هتكون القرع على هذه الملاعب فقط يوم الجمعة القادم لكن لو الطرفي اهل وزمالك هتكون في القاهرة لو الطرفي وداد ورجاء هتكون المباراة النهائية في مركب محمد الخامس في كازابلانكا وانا باتكلم على موضوع اللاجنة الطبية عشان برضو اكد على جوزها مهمة جدا قبل ما اروح للخبر الاخير في فقر ترند ترند الاتحاد الافريقي هنا لما يعمل مساحات طبية للاعبين والاجهزة الفنية اول ما توصل للمغرب هيكون من خلال المعامل الطبية المعتمدة من وزارة الصحة المغربية الاتحاد الافريقي اشترط ان المعامل الطبية لتعمل المساحات الطبية للاعب والاجهزة الفنية لازم المعمل ده يكون معتمد من وزارة الصحة المغربية عشان تعتمد النتائج اول ما تظهر لكل افراد البعثة واللجنة الطبية هتسافر بكرة اعضاء اللجنة الطبية من الاتحاد الافريقي هيسافروا بكرة الى المغرب عشان يكونوا مشرفين بشكل مباشر على هذه التحاليل والمساحات الطبية اللي هتتعمل لكل اللعيبة خلال الفترة اللي جاية في بروتوكول تم ارساله لكل الاندية وهيتم تنفيذه خلال الفترة اللي جاية